هل انفاقي على اولادي رغم وجود والدهم على قيد الحياة يحسب ليه صدقة ده سؤال حلو او مهم ايوه يحسب صدقة ليه لاني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في شوية حديث كده بتقرب لنا المسائل دي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قارن في حديث ما بين ما ينفق الرجل على اهل بيته وما ينفقه في سبيل الله وما ينفقه صدقة فقال ان افضل دينار دينار ينفقه في اهله فمعنى ان حضرة النبي قارن بينهم فده جعله اعلى ثوابا انا عايز اخد من حديث ده ايه ان النفق على الاهل ما دخل في ميدان الايه ميدان الفضل من الله سبحانه وتعالى ميدان ميدان ما يكافئ الله عليه طب اذا كان فضل اذا كان فرض زي الايه زي انفق الرجل على اهله هيبقى سواب الفضل سواب الفرض اعلى من سواب النفل لكن هيبقى ان الله سبحانه وتعالى يكافئ ويفضل هذا المال الذي ينفق على الاهل ولا لا قال له اه قال له خلاص يبقى لو الزوجة الذي ليس فرضا عليها ان تنفق على الاهل والاولاد انفقت بنص الحديث ده هيبقى صدقة هيبقى صدقة لان الله يكافئ عليه بالعكس الفلوس اللي هتصرفها بنص الحديث ده وعشان كده انا جايب الحديث ده بنص الحديث ده الفلوس اللي هتصرفها على بيتها واولادها حتى ما وجود زوجها افضل من انها تتصدق على حد تاني برا البيت ليه عشان عايز الحديث قال خير دينار دينار انتضعوا في اهلك يعني افضل من الجهاد من الاموال اللي هتحطها في الجندية وافضل من الاموال اللي هتحطها فين اللي هتحطها كمان في الصدقة يعني الفلوس اللي انت هتدفعيها وتنفقيها على اولادك مع وجود والدهم يعني بينفق عليها عنهم دي افضل صدقة ممكن تتصدقي بيها بنص هذا الحديث ليه لاني الاقربون اولى بالمعروف فاذا كان ده صدقة واذا كان ده معروف فاولادك اولى بالمعروف يبقى كده شيء مهم طبعا احنا مش هدين ندخل بقى في اسئلة في اسئلة تشبه ايه اسئلة بين اسرائيل طيب ده اذا كان فيما يحتاجونه ولا كان في الطرف اذا كان فيما يحتاجه الانسان وليس في المباراة لاني اولا اصلا كل حاجة وكل واشرب ولا تسرف فالمسألة كلها فين اذا كان في الاحتياج فده كله ان شاء الله في الصدقة وان شاء الله ربنا يكتبه ثوابا حسنا لك ان شاء الله بنفقتك على اولادك ان شاء الله موسيقى